وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية طارئة بمديرية الغيظة بمحافظة المهرة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة للسكان المتضررين في اليمن واطلع نائب مدير مركز الملك سلمان للإغاثة علي المطيري برفقة منسق الإغاثة السالم الثقاف على سير توزيع المساعدات الغذائية ومدى الالتزام بمعايير المركز وتوزيع المساعدات الغذائية التي يستفيد منها 420 فردا من النازحين والفئات الأشد احتياجا